قلنا أستاذ فراهيم وقل السادة المشاهدين هوات الرياضة ومحب النادي الأهلي ما هي الاتحادات أو جولة كده كيف أثر الأهلي ولجانه في تمصير بعض الاتحادات أو أهم الاتحادات والرياضة النسائية في مصر بصوا يا جماعة عشان كل اللي احنا بنذكره من واقع المصادر الحاضرة في وقتها يعني صحيفة الأهرام اليومية وصحيفة المضمرة الإسبوعية ودول كل الكلام بتفاصيله وبموعيده وبأيامه بتاريخه ده المذكور في هذه الصحف وده اللي احنا دايما بننشر قصصات منها عن المحتوى اللي حصل قلتلكوا جعفر ولي باشا والخمسة اللي معاه أخذوا على عاتقهم مهمة تمصير الرياضة في مصر والناس دي لازم تذكر فتشكر تاريخيا كان معاه فؤاد بيك أبازا داود راتب أبو بكر راتب دول اللي عملوا على فكرة صالت راتب في النادي وأهدوها للنادي ولازال اسمها في النادي صالت راتب بنفس الاسم دول من رواد النادي داود راتب وأبو بكر راتب وأحمد فؤاد أنور ورياض شوقي ورياض شوقي ده بالمناسبة عرفت أنا من الكابتن عميجيد نعمان الله يرحمه إن ده حماه آه يعني بصتوا الناس لها جزور قد إيه في النادي طيب الخامسة دول كتيبة مصرية عملت على التحدي الكبير لتمصير الرياضة في مصر يعني أنتو مش بس أبطال في الميادين ولا في الشوارع في ثورة 19 ولا غيره لا دول أبطال في الميادين الرياضية إزاي تمصر الرياضة المصرية سنة 23 تم تأسيس الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة مين جعفر وليباش وفي نفس السنة تم تأسيس الاتحاد المصري للتنس بجهود رجال الأهلي أيضا عملية التمصير بقى انطلقت في كل الاتجاهات تم تمصير الاتحاد البلياردو تم تمصير الاتحاد رفع الأسقال اتحاد ألعاب القوة السباحة كرة السلة التجديف السلاح وغيرها من الاتحادات اللي تم تمصيرها تمصيرها يا جماعة يعني اتحولت إلى اتحادات مصرية خالصة لا وجود للأجانب فيها تدار لصالح المواطن المصري وهذا البلد الكريم الأمين سنة 24 على طول كان في الاتحاد المختلف بقى اللي تأسس سنة 1910 الميكس ده كان لسه موجود من أول ما تأسس الأهل ما شاركش فيه الأهل رفض المشاركة في اتحاد المختلط اللي فيه كل الجنسيات لأن الأهل من البداية واخد على عاتقه الهدف الوطني مصر فما شاركش معه الاتحاد المختلط في أي نشاط بدعوة من النادي الأهلي في مقر النادي الأهلي اجتمعت الأندية قررت السيطرة على الاتحاد المختلط وتغير اسمه إلى الاتحاد المصري للرياضة البدنية أقرب لللجنة الأولمبية ده اتحاد الاتحادات بقى الاتحاد المصري للاتحادات الرياضية شمل كل الأندية الرياضية هذا الاتحاد إنك إنت مش بس تعمل اتحاد لكل لعبة لا تعمل اتحاد للأندية نفسها إزاي تخطهم في كيان مشترك خلال الفترة دي دارت أكبر وأشهر معركة معركة بوليناكي معركة بوليناكي معركة مهمة جدا في تاريخ الرياضة في مصر في الحقبة دي ليه؟ أنجل بوليناكي ده كان رجل يوناني كان عضو ممثل مصر في اللجنة الأولمبية الدولية ورجل يوناني بس ما هو المختلط هو اللسائد والأجانب هو مصحاب الكلمة في البلد فكان بوليناكي ده هو ممثل مصر في اللجنة الأولمبية الدولية فما فيش حاجة بتتعمل عن مصر إلا بموافقة الخواجة بوليناكي طب هيعمل إيه الأهلي مع الخواجة؟ دي معركة كبيرة بقى درت في الفترة دي حرص بوليناكي على أنه ما فيش حد يشارك في أي دورة أولمبية إلا عن طريقه هو وبموافقته وده طبعا كان ضد الرغبة الوطنية في الفترة دي الاتحاد المصري للأندية الرياضية اللي أنشأه النادي الآلي بيطلب من ممثل مصر في اللجنة الأولمبية الدولية أنه لازم أن يكون مصر مصر للمصريين ده الشعار اللي رفعوه في مواجهة الخواجة بوليناكي هو أنا بس عايز أقطعك مؤطع صغير عشان الناس تفهم مدى صعوبة المناخة الذي كان هؤلاء رجال العظام يخدون في هذه المعارك مصرح تحت وطئة الاحتلال الاحتلال من خلال الاتحادات المختلطة ومصر بوليناكي أصحاب السطوة انت عادت تشيل دول في وجود هذا الاحتلال صاحب القرار فضل أستاذ إبراهيم طيب الفصيل الوطني الحر المصري للمصريين ومحدش يشارك يمثل مصر في اللجنة الأولمبية الدولية إلا مصري نعمل إيه؟ قال لك كل الناس اللي في الاتحاد المصري للأندير رياضية استقالت فقعد الراجل الخواجب اللي ناكل وحده شوفها تعمل إيه خواجب مصر رفضت المشاركة في هذه الدورة الأولمبية في لوس أنجلوس 1932 علشان هذه المعركة المصريين خدوا على عاتقهم مهمة أو الأهليون زي ما تقال عليهم إنه مصر هي اللي ترشح مين اللي يشارك في الدورة وبوليناك ما يتدخلش بوليناك رفض اللجنة الأولمبية متواطئة مع الخواجب اليوناني مش رايحين ما رحناش لوس أنجلوس 32 بسبب هذا الموقف الوطني لعظماء الأهلي وعظماء الرياضة المصرية وقتها أعطينا الدورة الأولمبية في لوس أنجلوس إلا لو تم تمثيل مصر في اللجنة الأولمبية الدولية بشخصية مصرية ما وفقوش ما اشتركناش جنف مايو 1934 صدر المرسوم الملكي بتأسيس اللجنة الأهلية للرياضة البدنية دي اللجنة الأولمبية المصرية مايو 1934 في 11 مايو 1934 اجتمعوا فين؟ في النادي الأهلي أنا بس للناس اللي فاهمة أنه في حد ينفع يعلم الأهلي الإدارة دلوقتي أنت بتكلم الأهلي بيأسس الاتحاد المصري لكرة القدم بيعمل على تمصير كل الاتحادات الرياضية بيدعو لاستقبال اجتماع لتأسيس اللجنة الأولمبية المصرية الأهلي هو من ينشئ من العدم فاجتمع في مقر النادي الأهلي في الجزيرة مندوبوا من الاتحادات المصرية معاهم محافظ القاهرة والإسكندرية وزير الحربية وزير المعارف لانتخاب أول لجنة أولمبية مصرية خالصة في 11 مايو 1934 وده كان أول اجتماع لللجنة الأولمبية المصرية يكتب باللغة العربية كان قبل كده المحاضر بتكتب بالفرنسيوي دي سقفتهم اتكتب هذا المحاضر أنه تم انتخاب الأمير محمد عبد المنعم رئيسا لللجنة الأولمبية المصرية وحسين صبري باشا وحسن مظلوم باشا وكيلين وأحمد فؤاد أنور سكرتيران ورياض شاو أفندي سكرتيران مساعدا وفؤاد سلطان أمينة للسندوق وجعفر ولي باشا وأحمد حسنين باشا وداود راتب وفاهم ويسا أعضاء يعني كان تشكيل أول لجنة أولمبية مصرية جماعة مكون من عشرة أعضاء نصوه من النادي الأهلي نصوه من النادي الأهلي بعد انتخاب هذه اللجنة الأولمبية المصرية عقد اجتماع تم فيه اختيار وفد لتمثيل مصر في اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية خلاص بلاها بولوناكي مش عايزين بولوناكي بولوناكي ما يمثلناش كمصريين فتم تشكيل وفد يروح لللجنة الأولمبية الدولية في اجتماعها اللي كان في 17 مايو 1934 عشان يفرضوا الحضور المصري عليهم وبالفعل تم ترشيح محمد طاهر باشا عشان يكون أول ممثل لمصر في اللجنة الأولمبية الدولية بدلا من الخواجة أنجلو بولوناكي اللجنة الأولمبية الدولية قدام هذا الموقف المصري القوي اللي قطع لهم دورة أولمبية كاملة عشان هذا الموقف وفقوا بالشكل ده عشان يتم تنفيذ حقيقي لتمثيل الرياضة المصرية ولجنتها الأولمبية على المستوى الرياضي وده كان تنفيذا لشعار ثور 19 مصر للمصريين عشان كده في الفترة دي الإعلام الرياضي والصحافة الرياضية أطلقت على النادي الآلي اسم أبو الأندية أبو الأندية مش منفراغ لا أبو الأندية حقيقة كمان يا أستاذ برهيم اللي بنتكلم هو ليه ليه الشعب المصري معظم وملتفح وله ندي الآلي هذه النشعة الوطنية أي هو شايف ناس بتشتغل عشان مصر أي وبتخد معارك ضد الاحتلال معارك إدارية ورياضية أي ما فيهاش عنف ولكن فيه إصرار وتصميم ووعي وإدراك ترجمة نانسي قنقر